بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين نستمر وإياكم في سلسلة دروس التعلم الألكتروني لمادة الأحياء للصفة الأولى المتوسط ووصلنا وإياكم إلى العالم فان ليفنهوك والعالم لويس باستور بعد أن بينا في الدرس السابق دور العالم كارلوس لينوس مع علم التصنيف وكذلك الأسس التي وضعها في علم التصنيف أيضا بينا الممالكة الخمسة التي بيناها العالم وايتكار وأيضا المراتب التصنيفية لعلم التصنيف نأتي اليوم إلى علماء آخرين وهم العالم فان ليفنهوك والعالم لويس باستور دع درسنا بهذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم النتاجات التعليمية لدرسنا لهذا اليوم من المتوقع من الطالب في نهاية الدرس إن شاء الله أنه يكون قادرا على أن أولا يبين دور العلماء في تطوير علم الأحياء ثانيا يعرف المايكروبات ثالثا يعطي تفسيرا لعملية البسترة رابعا يميز بين البسترة والتعقيم وأخيرا يربط بين اكتشاف المجهر وتطور علم الأحياء الأهداف المهارية أن يلخص الطالب مساهمات العلماء في تطوير علم الأحياء في تقرير بأسلوبه أما بالنسبة للأهداف الوجدانية فهي أن يثمن الطالب دور العلم والعلماء في خدمة الإنسانية بناتي لندقق سويا في هذه الصورة هذه الصورة هي للمجهر الذي صنعه العالم أنتوني فان ليفنهوك كما بيناه في الدرس الأول المجهر إن أول من أسس أسس تصنيع المجهر هو العالم زاكرياز جانسون صانع النظارات أما أول من صنع مجهر فهو العالم فان ليفنهوك يتكون فقط من عدسة وماسك للعين بناتي الطالبات يأتي هنا السؤال من هو العالم فان ليفنهوك؟ هو عالم ولد في هولندا واتجه لدراسة الطب البشري في سن مبكرة من عمره كان الفضول ينتابه حول دراسة الأجزاء الدقيقة في جسم الإنسان كيفية مشاهدتها ودراسة تفاصيلها بسبب هذا الفضول تمكن من اختراع المجهر البسيط لكي يتمكن من دراسة هذه الأجزاء الدقيقة في جسم الإنسان التابعة لدراسة علم الطب البشري بناتي لنلخص سويا دور العالم فان ليفنهوك في تطور علم الأحياء أول اكتشاف أو دور للعالم ليفنهوك هو اختراع المجهر البسيط وكذلك استخدم عدسات فيها قوة تكبير كل حسب العين التي يحتاجها ثانيا استطاع استخلاص عينات من جسم الإنسان مثل عينة الدم وبعض أنسجة الجسم والشعر أي استطاع دراسة عينات محتارة ثالثا والاكتشاف الأهم هو استطاع تشخيص المايكروبات الجراثيم تعرف الجراثيم هي كائنات حية مجهرية لا ترى بالعين المجرد بناتي المايكروبات هي عبارة عن كائنات مجهرية منها ما يكون ضار ومنها ما يكون نافع للإنسان وتوجد بصورة واسعة على سطح الكرة الأرضية أيضا توجد في داخل جسم الإنسان وكذلك أن المايكروبات تشمل بكترية وفطريات وطحالب أولية كمنا نهس العالم فان ليفنهونك ودورة في تطور علم الأحياء نأتي الآن إلى العالم لويس باستور من هو العالم لويس باستور وما هي إنجازاته في تطور علم الأحياء؟ من منا لا يستخدم الحليب ومشتقاته في غدائه اليومي؟ هنا جاءت الحاجة إلى تعقيم الحليب لإحتوائه على عدد من المايكروبات أو الأحياء الدقيقة جاءت هنا فكرة العالم لويس باستور وهي اختراع عملية لقتل الكائنات الحية بأكبر قدر ممكن من غير تغيير طعم المنتج سؤال ماذا تعرف عن الباستور؟ الباستور هي تسخين الحليب إلى درجة حرارة معينة وليس وصولها إلى درجة الغليان، درجة حرارة معينة تكفي للقضاء على المايكروبات التي تسبب تلفه ولا يقتصر استخدام هذه العملية على الحليب بل تستخدم لمعالجة العصاء وقد اشتق اسم العملية من اسم العالم الفرنسي لويس باستور ماما بالنسبة للتعقيم فهو يختلف عن الباستور ينفرق سويا بين العمليتين التعقيم هو عملية تتم من خلال طرق عديدة منها الغليان الغليان أن يصل السائل إلى درجة الغليان أو إضافة مواد معينة تؤدي إلى القضاء على جميع الأحياء المجهرية الموجودة في سائل الماء من هذه المواد منها الكلور هي مادة فعالة في القضاء على البكترية والفطريات عند إضافتها للتعقيم هنا يأتي السؤال هل إن التعقيم والباستور هما عمليتان متشابهتان؟ الجواب التعقيم عملية تختلف عن الباستور التعقيم هي عملية تتم من خلال طرق متنوعة منها الغليان أو إضافة مواد معينة كما قلنا سابقا تؤدي إلى القضاء على جميع الأحياء المجهرية الموجودة في سائل الماء أما الباستور لا تتم إلا بواسطة تسخين الحليب أو التعقيم للسوائل كالعصير إلى درجة حرارة معينة أقل من درجة غليان هذه السوائل تكفي للقضاء على المايكروبات التي تسبب تلفه بناتي لنلخص سويا دور العالم لويس باستور في الاكتشافات الطبية يعتبر العالم لويس باستور أول من أنتج لقاح ضد أمراض الجمرة الخبيثة وداء الكل التي كانت تصيب الناس في زمان العالم لويس باستور ثانيا فسر سبب الإصابة بالأمراض وقال بأن سبب الإصابة بالأمراض هي الجراثيم وتعتبر هي المسؤولة عن هذه الأمراض من خلال دراسة العديد من حالات المرضى المصابين بالكوليرا والسل الرأوي ثالثا وضع أسس علم الأحياء المجهرية ويعرف علم الأحياء المجهرية بأنه أحد فروع علم الأحياء ويهتم بدراسة الأحياء ختام درسنا لهذا اليوم لنستذكر ما تعلمنا وبدأنا الدرس في دور العالم فان ليفنهوك في تطوير علم الأحياء وقلنا أنه أول من اكتشف المجهر البسيط وكذلك أول من عرف المايكروبات وهي كائنات حية دقيقة لا تراب العين المجرد مثل البكتيريا والفطريات بعد ذلك بينا دور العالم لويس باستور واختراعه لعملية البسترة وهي عملية تسخين الحليب إلى درجة حرارة معينة لقتل المايكروبات التي تسبب تلفه من دون الإضرار بطعم المنتج بعد ذلك بينا الفرق بين التعقيم والبسترة وأن التعقيم من أنواعه هو غليان السوائل أو إضافة مواد معينة كذلك بينا دور العالم لويس باستور في تطوير علم الأحياء وهي اكتشاف لقاح لداء الكلب وكذلك أمراض أخرى وكذلك أن العالم لويس باستور هو أول من اكتشفه أن الأمراض بسبب الجراثيم أعزائي الطلبة الواجب البيتي هو حل أسئلة التقويم وإرساله لي على برنامج المرقاب الآلي شكرا على حسن الأصغاء والمتابعة ودومتون في حفظ الله ترجمة نانسي قنقر